دعني أستكمل في الحديث هذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل غير حياة الناس يعني بولوس مش بس كان يفتخر بالإنجيل مع أنه استخدم تعبيرات كثيرة للإنجيل مثلا يقول اكرز بالكلمة أو لأشهد ببشارة نعمة الله أو نكرز بالمسيح مصلوبا نكرز بأنفسنا عبيد وهكذا أو اذهبوا وكرزوا بالإنجيل فمرات اكرز بالكلمة اكرز بالإنجيل اكرز بنعمة الله اكرز بالكلمة اكرز بصليب يسوع أو لا تكرز بنفسك لأنه احنا كل الغرض نكرز بيسوع المسيح هو موضوع كرازتنا وهو موضوع شهدتنا هذه الكرازة احبائي هي مأمورية من يسوع المسيح أن نوصل رسالة الإنجيل ليه؟ لأن هذا الإنجيل هو رسالة الله بغيرنا من الحياة الخطية الحياة الفازدة بقوة فداء المسيح لأنه المسيح مات على الصليب وقام من الأموات حتى يعطينا التبرير الكامل فهذا الإنجيل فيه قوة مغيرة قوة لأجل هذا أحبائي مرة تانية بكررها أنه الشيطان بحاول يعني يمنع الناس تقرأ في الكتاب المقدس في حال ما الناس بتبتدأ تقرأ في الكتاب المقدس رح تتغير رح تنفتح عينيها في كورنتوس التاني أربعة مكتوب الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله بعدين بقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع فإذن من خلال يسوع المسيح من خلال قوة هذا الإنجيل اللي بيتكلم عن يسوع عن هوية يسوع تتغير الحياة تطرد الظلمة من حياة الإنسان مشان هيك إحنا منقول أن التجديد هي معجزة قوية كبيرة جدا ولا كيف ممكن إنسان يتحول من إرهابي إلى شخص كارز باسم الرب يسوع المسيح كيف الإنسان بيتحول من الظلمة إلى النور فرسالة الإنجيل أحبائي هي رسالة نور لعالم مظلم رسالة الإنجيل هي رسالة حياة لعالم مائت رسالة الإنجيل هي رسالة حياة لعالم هالك رسالة الإنجيل هي رسالة ارتواء لعالم عطشان عم بيبحث رسالة الإنجيل هي رسالة شبع لعالم جائع رسالة الإنجيل هي رسالة الحرية لعالم مقيد لعالم مستعبد للخطيئة وشهواتها للظلمة للشيطان للنجاسة للتعاسي فالإنجيل يحرر الإنسان وتعرفون الحق والحق يحرركم فالإنجيل أحبائي هو رسالة الله هو إعلان الله لكل إنسان حتى تتغير حياته تغيير كامل من حيات البقص من حيات الشقاء من الظلمة من الفقر من البقص إلى حياة الصفاء والنقاء بحيث أن الإنسان مش بس بيتغير بيتحرر ولكن يصبح ابن تصبح بنت للرب والاسم يكتب في سفر الحياة عندما تؤمن بيسوع المسيح إلك حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فإذن جماعة المؤمنين هي الكنيسة هي عيلة أهل بيت الله هذه العيلة خلاص إحنا تغيرت حياتنا وهذه الحياة بتعكس لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب ترجمة نانسي قنقر